المصير الأخير اللي خلاك يتأخذ القصة دي الأشرة بحسب تعبيرك فكرة موت سعاد حسني هل حسيت إن هي دي النجمة ودي العبرة للأجيال والجموات ودي النهاية إذن الفن ملوش كبير أو إن الفن ملوش عزيز ده حقيقي ده طبعا حقيقي أنا لما فكر واحدة بعظمة سعاد حسني ماتت بالأسلوب ده في الغربة مستخبية من الناس عشان محدش تشوفها بعد ما تطور شكلها عايزة الناس تفكرها زي آخر أعمالها أو كده ده شيء كئيب جدا وبعدين اللي عايزة أقوله السكة دي فعلا اترهبنت عشان توصل للي هي وصلت له طب أنا ما عنديش استعداد توصلي للنهاية دي مش نهاية دي حتى أنا هكلم بقى على مجدها أنا ما أقدرش أوصل لمجدها ما أقدرش يعني أخصص حياتي تمام؟ أنت بتحط حياتك دي على جنب علشان ده لازم ياخد المتين في المية منك حياتك وتقتك وتضحياتك وإنتي والفن بس أنا ما عنديش الاستعداد أبقى بعمل ده وأنا عندي برضو روح تنافسية يعني أنا عايزة لما أخش شغلانة أبقى أحسن حد في الشغلانة أنا عمري ما هبقى سعاد حسن ف يعني الأحسن إن أنا أنسحت وبعد اللي حصل لها حسيت إنه أنا يعني هل كمان لو لو إديت أكتر هتنتهي بيا نفس النهاية؟ طبعا عمري ما كنت أعرفت ذي اللي هي بتديه ومش بالضرورة إن كل حد بينتهي نفس النهاية اللي حد تاني انتهيها ولكن النظة كتسودوية أو في الفترة ذا خلتني أنسحت معنى كده اللي أنت قلت له ده أنا لا أفهمته إن في الفترة اللي أنت كنت تمثلي فيها حسيتي إن فيه محسوبيات كبيرة جداً في هذا العالم اللي مش هتأهلك إنك تاخذي حقك وإنتي عارفة إنك واحدة من الناس مميالي يعني شطرة إنك شطرة حاسة إن فيه حاجات كتيرة تقف في طريق لا مش أنا لا أبداً مش أنا أنا كنت محظوزة أنا من أول يوم جيت تأخر السلم أنا جيت على بطلة أيها فأنا ما كانتش عندي مشاكل جيت جيت على الفوزير أنا كان عندي مشكلة في المبدأ مبدأ إيه؟ لما دخلت الفوزير مبدأ إيه؟ مبدأ النجومية هتوصلني فيه وهل هذا هو طموحي؟ هل هو ده الهدف؟ فعلاً ده اللي أنا عايزة أوصله؟ ولا عندي أهدف تانية؟ إيه أكتر من إنه يبقى معاكي نجوء ناس عارفاكي ومعاكي في الوقت؟ إيه أهميت إنه يبقى معروفة لو أنا مش أحسن نكتر في مصر؟ إيه أهميت إنه يبقى معروفة وأنا مش رأت فضاء؟ يعني إيه ليه يبقى معروفة وخلاص؟ طب وإيه اللي منعك إنكتب إيه أحسن ممثلة في مصر؟ وبعدين؟ معجم مجهود؟ مش طموحي طموحي إنه أبقى مفيدة أكتر يا مفيدة أنا أحسن مزيعة في مصر لا أنا كان عندي طموحي خلي بالك أنت عندك رسالة عندك حاجة بتعمليها أنا حسيت إن أنا في التمثيل ما عنديش رسالة ممكن أرتبط بأعمال فيها رسالة ولكن دي مش رسالة لا لا أنا ده تحدي معرفش لمين ممكن تبقى للأصحاب ممكن تبقى الموقف التحدي ده إن أنا أقدر أعمل ندين تقدر تعمل حاجات كتير ومش شرط إنه تبقى ممثلة ممكن تسبت وجودها في حاجات تانية كتير معرفش لمين بس واضح إنه كان في الوقت ده كان هو دي اللغة اللغة الرد على اللي مدايق بس ده في ازدواجه شوية نديني مع أنا جاوزاء بقى هنالك بزبطة مع فكرة أنا بداية أنا بداية جيت بطلة فوزير الفوزير يعني إنه اللي بشريهان وسمير غانم فأنا جاية على فيه قمم في الحتة دي وأنا جيت أتحدى في الحتة دي وبعدين لما نسحب عشان أنا مش عايزة أبقى سيئة أقول الحاجة أنا كنت شابعانة قوي أنا شابعانة نجومية أساسا أنا طول عمري نجمة أنا طول عمري من وانا صغيرة مامتي بتشتريلي في نجوم وأنا محطوطة في كدر أنا نجمة أنا نجمة العيلة أنا نجمة المدرسة أنا كنت نجمة طول الوقت أنا كنت نجمة النادي اللي أنا فيه وأما تطورت ووصلت الفرق بأليه أوبرا قاهرة كنت نجمة على المسرح أنا شابعانة تسقيف فما كنتش نقصاني نجومية ولسه وأنا قاعدة قدامك وأنا مش نجمة تمثيل أنا أكيد مش نجمة الصفة أول أنا شابعانة فإذاً دي حاجة أنا مش بجري وراها أصبحت هي اللي بتجري وراها ها دي قصة أنت هل بتشباك؟ بديك حاجة نقصاكي؟ ولا تحصيل حاصل؟ أنا كنت في التحصيل حاصل لأننا أنا أورا دي فخورة من نفسها ودلواتي بعد ما نجاتي تحصيل حاصل؟ لأ ما أنا لسا بعين عنك حاسة من نجمة أنا مش عايزة حد يفهمي غلط والله يا جماعة القرصة جي بلت إن غالباً جاية مع السيستم هنا هنا يعني أنا بشكر أهلي طبعاً ونفسي نفسي كل الأهالي تعمل كده في بيوتها مع ولادك يعودوا يقولوا لهم قد إيه ودي مش كذب ودي حقيقة قد إيه كل بني آدم سباشل في حاجة لازم كل الأهالي تعد تنمي في ولادها إنه هما مفيش منهم اتنين وده حقيقي زي البصامات وفيها منا اتنين هو مفيش مننا اتنين فكر كل طفل إنه مفيش منه اتنين إنه هو عبقري في شيء ما وإنه هو نجم ولو حتى بوقته حيطلع معتز بنفسه طول الوقت حيطلع شبعان وعارف يختار مش بيشدوا الحاجة المنورة بس طبعا اي سلطلع شكرا شكرا شكرا